لذلك السعادة الحقيقية في هذه الدنيا هي أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى ليست السعادة في المال ولا في الجار ولا في المناصب ولا في البيوت ولا في الفلل الواسعة ولا في الأرصلة ولا في السيارات التي تركبها إنما السعادة الحقيقية في أنسك بالله سبحانه وتعالى متى ما أنست بالله عز وجل هانت عليك مصائب الدنيا هذا الدعاء يا إخوان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كم من مكروب تعلق بهذا الدعاء فلهج لسانه به وتذلل بين يدي الله عز وجل وانطرح بين يديه في ذلة ومسكنة فوجد الفرج قريبا عاجلا أعرف إنسانا بعينه ذكر له أنه أصيب بمرض في كبده مرض عضال كان يجري عملية في مدينة الملك عبدالله التخصص في مكة ومن عندنا من المدينة فأجرى عملية جراحية عملوا له في حوصات عامة فقبله عندك مرض خطير في كبدك والله إني لأعرفه وفي المجلس من يعرفه أيضا فأظلمت الدنيا في عينه خلص جاله لو أنت كلها كم شهر وتودأ فعاد إلى المدينة وأظلمت عليه الدنيا خلص ميت قد فترة منتهت فصار يلهج بدعاء الدعاء الأول دعاء ذنون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال فاستجبنا له فنجيناه من الغل وكذلك ننجي المؤمنين والدعاء الثاني هذا الذي في الصحيحين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش ورب العرش الكريم لمدة أسبوعين كانوا أقول موعدي راجع بعد أسبوعين في قسم الأورام السرطانية في مدينة الملك عبد الله فدرس أسبوعين وهو يلهج بهذا الدعاء فلما ذهب والله من يلعي لها غيره أجب الحلطان وإذا ليس فيه بأس ولو شئت لقيت لكم ذاك الرجل فلان هذا الدعاء دعاء عظيم أنا وأنتم كلنا نحتاج إليه لأننا كلنا معرض للمصائب والمشاكل والهموم والغموم هكذا الدنيا فإلزموا هذا الدعاء